بسم الله الرحمن الرحيم اخرجوا من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فنعلك باخع نفسك على آتارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض دينة لها لنبلغهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حذرت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما نبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزرناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلها لولا يأتون عليهم بسلطانهم بيّن فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتذلتمهم وما يعبدون إلا الله فأو إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تذاور عن كهف من ذات اليمين وإذا غربت تقنضهم ذات الشمال وهم في فجوتهم منه ذلك من عيات الله من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد ومن يغلل فلن تجد له وليا مرشنا وتحسبهم عيطابا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوسيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمنيت منهم رعبا وكذلك بعثناهم يتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذا فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزقهم منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تطلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فقالوا بنوا عليهم بنيانا أمراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول لشيء إني فاعل عن ذلك غدا لله أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا رشدا ولبتوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبتوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجن من دونه ملتحدا واصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا وقل الحق من ربكم فمن شاء فيؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا ونحاط بهم سراد قوى وإن يستغيثوا يغاثوا بما إن كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بما إن كالمهل يشوي الوجوه وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفطا إن اليدين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضير أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا وابرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبي وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ومن أظن الساعة قائمتا ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منطلبا قال له صاحبه هو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليت لي لم أشرك من ربي أحنا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا ومرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح شيما تمره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرموا على ربك صفا لقد جئتمونا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل دعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عبدوا حاضرا ولا يغلم ربك أحدا وإن قلنا للملائكة السنون آدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربك أفتتخذونه وذرية وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضلا ويوم يقولوا نادوا شركائيا الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار فظلوا أنهم موافعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ومن يدحموا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يقموا هو في آذانهم وقرا وإن تدعوا من الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبون عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمن لكهم موعدا وإذ قال موسى لمتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نفيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سبرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ومن أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدنا على آتارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتينا ورحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصفر على ما لم تحط به خضرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحذف لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبها في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغلق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي الصبرا قال لا تآخرني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نترا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية لاستطع ما أملها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت أتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه الصبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يريقهما طويانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وعما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ وطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحضنا بما لديه خضرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كطرا فما استطاعوا أن يظهره وما استطاعوا له نقبا قال ما يا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرونا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاءنا الذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كبروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نذلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضلوا شعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صلا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولغائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نذلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ترجمة نانسي قنقر